ماذا تعني الاختيارات الجديدة الأسماء الجديدة للقضاء الذين سيدخلون محكمة العدل الأولية كيف تقرأ هذه الأسماء دائما مهم جدا أنه نلوح أنه تعيين أربع قضاء للمحكم في هذه المرحلة هو شيء مهم جدا من أجل ثبات عمل المحكم لأن المحكمة العدل الأولية في إسرائيل هي من أكثر المحاكم المنشغلة في العالم ونقص في أربع قضاء طبعا هلأ نقصين اتنين لأنه خرجوا للتقاعد ولكن كمان شهرين ثلاثة رح يكون ينقصوا كمان اتنين فمهم أنه هذا الموضوع تم التداول فيه واتخاذ القرار أعتقد في جميع الحالات كل الأطراف المعنية في لجنة تعيين القضاء خرجت وهي راضية لأنه نحن نعرف لجنة تعيين القضاء في إسرائيل جدا خاصة على عكس الكثير من الدول العالم فهنا فيها تمثيل للسلطة القضية ولكن أيضا للسلطة البرلمانية للكنيسة للحكومة وإلى نقابة المحامين فكل واحد من الأطراف كان فيه له مرشح وكل المرشحين اللي كانوا أسماءه مطروحة تم الاتفاق عليها في نهاية المطاف نحن نحكي عن أربع قضاء إذا صح التعبير فهم عمليين عندهم سيرة ذاتية عملية بدأوا من السوق الحر أو من العمل في النيابة واستمروا العمل في القضاء سواء من حكمة الصلح من حكمة المركزية سيكون له بصمة مهمة جدا في محكمة العليا ومعروف بذكاءه ونباته وسرعة تأقلمه وأعتقد في كل ما يخص القانون الدستور هو لا يأتي من عالم القانون الدستوري ولكن في محكمة العليا هناك عندما نتحدث عن محكمة العليا في أحد القبعات اللي هي باقاتس القاضية روترونين اللي باع طويل في القانون الاقتصادي وأيضا في القانون الجنائي القاضية اشتاينتز تختص الأمور المدنية أكثر والتعمينات والمحامي يكشير وأكثر في أمور العائلة طبعا النقاش والسجال يدور دائما وإحنا سمعنا هذا بعد انتخاب الحكم وأيضا قبل التفرقة بين المعسكر الليبرالي والمعسكر المحافظ وكأن لو كنا الولادة المتحدة الأمريكية لكن هذه التصنيفات سابقة لأوانها وخاطئة في اعتقاد المتواضع يعني القانون الإسرائيلي والقضاء الإسرائيلي معقد ومركب وحساس أكثر بكثير من ما هو الحال عليه في الولادة المتحدة الأمريكية ولذلك نعرف أيضا قليل عن الأربع القضاء في كل ما خص القانون دستوري ولذلك سابق لأوانه أنه نحاول نتكهن إذا هم ليبراليين أو محاوضين دعنا نصلت الدوع على القادة خالد كبوب من يافا هو أول قاد مسلم يصل إلى أروقة محكمة العدل العليا ماذا يعني ذلك بالنسبة للأقلية العربية وللمواطنين المسلمين في البلاد هل لهذا تأثير عليهم؟ شوف يعني بجوهر الموضوع أنا عندي تحفظ من هذه التصنيفات لأن القاضي كبوب أين لمحكمة العدل العليا وقبل ذلك لمحكم مركزه لمحكمة الصبح بسبب قدراته وليس بيسوي كونه عربي أو بكونه مسلم ولكن الأقلية العربية في إسرائيلية تعادل ما يقارب 21% من سكان البلاد وتعيين قاضي عربي هو شيء مهم لا بالحال أنه يكون أكثر من قاضي عربي أنا أمل في المستقبل أن يكون فيه قاضيين على الأقل عرب في محكمة العدل العليا وأيضا كقاضي مسلم يعني لأول مرة كقاضي دائم كان القاضي عبد الرحمن زعب الذي يرحمه كقاضي مؤقت لفترة قصيرة ولكن كقاضي دائم هو بصمي مهم لأنه داخل الأقلية العربية المسلمين يعني اللي هم يعني حصت الأسد ولكن في اعتقاد المتواضع هذه التصنيفات خاطئة وأنا أتظم يعني القاضي الكبوب لأنه القاضي الكبوب أنا أقوله بكل تواضع هو من أفضل وأبرز القضاء في دولة إسرائيل على الإطلاق عرباً ويهوداً يعني وفي السنوات اللي سيكون فيها قاضي وحكمت عدل العليا مدة سبع سنوات إذا لم أخطئ ستكون له بصمة واضحة جداً صحيح أن صورة اختيار القضاء تم وصفها أمس على أنها توافقية إلى حد ما ولكن المشاهد والمتابع لا بد أن نلاحظ ذلك الصراع القوي ما بين قدع ساعر وما بين أيالة شاكيد من جهة أخرى وزيرة الداخلية ووزير القضاء هل ترى بأنه هناك أطراف سياسية يمكن لها أن تسيطر أو تهيمن على محكمة العدل العليا في فترة ما في البلاد في حقه يقال وزير العدل أنه في الماضي هو من قام بتعديل القانون بحيث أنه إذا أرادوا تعيين قادر لمحكمة العليا يجب أن تكون هناك أغلبية إلى سبع أعضاء من التسعة في لجنة تعيين القضاء ففي هناك حق فيتو لجميع الأطراف سواء للسلطة القضائية بما في ذلك أيضاً لقابة المحامين وللأعضاء السياسيين بما في ذلك البرلمان والسلطة التنفيذية أنا يعني آسف لهذه الحالة التي وصلنا إلىها الكثير من الأحيان نتحدث وكأن القضاء التي يعينون لمحكمة العدل العليا سيمثلون أراء سياسية كل من له دراية في عالم القضاء وفي عالم محكمة العدل العليا يعرف الكثير أن هناك فارق كبير بين الأراء السياسية وبين الأراء القضائية القضاء يعني ملزمين بأسبقيات قضائية صحيح أنه قضاءات محكمة غير ملزمين حسب القانون ولكن على أرض الواقع هم لا يقومون بتغيير الأسبقيات كلهم على حسب يعني أراءه السياسي لا بالعكس هناك الكثير من الأمثلة تاريخياً مثل قاضي ناور المرحوم قاضي ناور المرحوم رئيس محكمة قاضي يمئير شامجار القاضي لاندا واللي كان معروف أنه قاضي يميني والقاضي أدمند ليفي كمان كل القضاء اللي كان في عنده أراءة لبيرالية معينة واضحة في الكثير من الأمور المهمة وكان لهم أسبقيات يعني واضحة وقسم منهم حتى عبر عن نفسه أنه لو كانوا سيبتون في القضية ويعطون القرار حسب أراءه السياسي لا قرروا قراراً معين ولكن أعمدة الأساس اللي قرر حسبها هي أعمدة الأساس اللي قررتها دولة إسرائيل محكمة أدنوليا في أسبقياتها فلذلك يعني مش راح ما بشوف أنه في الفترة القريبة راح يكون هناك اختلاف جوهر في محكمة أدنوليا بسبب التعيينات لأنه مبدئياً القضاء لا يقرر حسب أراءه السياسي طبعاً وارد بالحسبان أنه كل إنسان في عنده في الخلفية لعقله بعض الثوابت الموجودة ولكن هي ليس بالضرورة ثوابت سياسية إنما هي ثوابت مدرسية في عالم القانون سواء كانت محافظة أو الليبرالية نعم لابد أن أسألك ما دمنا نتحدث عن محكمة العدل العليا عن قضية رئيسة محكمة العدل العليا إسترحيوت مع أدو الكنيستم سالم من الليكون وردها عليه في رسالتها التي شهدت زوبعة في الأيام الأخيرة في البلاد كيف ترى هذا المشهد يعني في الماضي حتى في الماضي البعيد كانت القاعدة أن القضاء هذه الصورة تغيرت سرعان ما تغيرت عندما بدأوا القضاء يتحدثون أيضا عبر من على منصات المؤتمرات الأكاديمية وما بعد ذلك في فترة ولاية بروفسور هروم براك لرئيسة محكمة العدل العليا وقام بحدث تاريخي أنا دا عندما ذهب إلى البرلمان ونذكر الوقت أنه كان ريوفين ريفلين رئيس الكنيست وكان فيه نوع من الصدام بين الشخصين فبلحظة ما التوجه القاضي هروم براك إلى أروقة البرلمان هو طبعا حط حاله في موقف اللي ممكن يكون فيه خسارة وفيه يربح بمعنى أنه في مواجهات مباشرة بينه بين أعضاء الكنيسة والقاضي ينقر أيضا كالرئيس محكمة العدل العليا سبق ونشرت رسالة خطية علنية لرئيسة لوزيرة القضاء أنا ذاك أيلة شكل القاضي يا إستير خيوت قامت هذه المرة في عمل أكثر في نعم الأسبقية والجرعة يعني هي كتبت رسالة شخصية منها كإستير خيوت وليس بالضرورة كالقاضي إستير خيوت رئيس محكمة العليا مع أنه بتمثل محكمة بطابع الأحوال لأم سالم لدودة أم سالم الشخص وأنا في كل إشي فيه له ثمان طبعا للإجابة والسلب وهي أعتقد وعي كفائي للثمان ولكن أنا بدي أشيد لشغلي مهم جدا النساء بشكل عام وهذه نظرة المتواضعة عندهم عمود فكري أكوى بكثير من الرجال وعندهم جرأة واستكلالية أكثر بكثير من الرجال نعم فباعتقد يعني القاضي إستير خيوت قامت بعمل جريء جدا مهم جدا وفي نهاية المطاف إذا منطلع لمسار بعيد قامت بعمل صحيح صحيح وموفق نعم وأعتقد أنه سلطة القضائية ومحكمة عدل العليا واستكلاليتا سيكونون رابحون من هذا الموضوع طبعا بالشرط أنه لا تكون بالتطرق لكل عضو برلمان يقوم بالتصريح معين يعني كانت حادثة دودة أمسالم ويجب الوقوف هنا لأن الرسالة وصلت وانتهى الموضوع بذلك السؤال السؤال الأخير بروفوسور محمد وتد وهو حول شكل العمل داخل محكمة العدل العليا نرى بأنه في قضايا يبط فيها أكثر من قاضي هناك في قضايا يبط فيها أكثر من عشر قضاء من الذي يكرر تشكيلة القضاء وأن هذه القضية تستحق أكثر من قاضي أو أكثر من ثلاثة قضاء كيف يكون اتخاذ القرار في هذا الأمر في محكمة العدل العليا هناك خمستاشر قاضي بما أنه المحكمة محكمة جدا يعني منهمكة في عمل أنا سبق وذكرت أنه من أكثر المحاكم في العالم على الإطلاق انشغالا يعني تأتي هي نمرة اثنين تقريبا بعد الهند وشوف الفرق جغرافيا بين الهند وبين إسرائيل فلذلك مهم جدا أنه مش مثل بأمريكا كل هيئة القضاء يجلسوا بكل جلسة فالتقسيم هو أنه بشكل عام القاعدة ثلاث قضاء يجلسون في كل جلس مشان يكون عدد فرد أيضا في قضايا معينة اللي بيكون فيها أهمية دستورية معينة أو أهمية قضائية مش بالضرورة حتى دستورية رئيس هيئة القضاء الثلاث اللي بيكونوا موجودين اللي الصلاحية قانونيا أنه يوعز لتوسيع هيئة القضاء لخمسة أو سبعة أو تسعة أو 11 أو 13 أو حتى 15 وأيضا رئيس محكمة الدولية بحد ذاتها عندها هذه الصلاحية الأمر هذا في السنوات الأخيرة حتى دقول بالعشر سنوات الأخيرة احنا كنا في صدد عدة التماسات جدا مهمة دستورية بسبب أزمة الكورونا أو بسبب أزمات السياسية أخرى ولذلك احنا رأينا أنه كانت المحكمة التي تجلس وتلتائم بتركيب أوسع فينا الموضوع هذا عدة أبعاد طبعا إيجابية وسلبية سلبية أنه يتعقد ويتشل أحيانا عمل المحكمة لأنه تطلب من عدد كبير من القضاء أنه يجلسه ولكن في أهمية لقرار معين اللي بيطلع اللي بيبدته فيه أكتر من ثلاث قضاء خمس قضاء أو سبع قضاء فهو الأمر متروك يعني إلى القرار البهني لرئيس المحكمة أو لرئيس الهيئة القضائية اللي بيجلس في قضية معينة شكرا جزيلا لك البروفيسور محمد وتد على كل هذه المعلومات شكرا